حياكم الله مشاهدين مجددا إلى أولى فقراتنا لهذا المساء حيث يقدم مركز الملتقى الأسري التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بإمارة الشارقة عدة خدمات تستهدف فئات مجتمعية منوعة الحديث أكثر حول ما يقدمها الملتقى الأسري يسعدنا أن تتواجد معنا الأستاذة فايزة خباب مدير الملتقى الأسري تابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة مساء الخير فايزة ياهلا يومر حبابت مساء النور حياكم الله شرفنا أن أكون معكم في حلقة اليوم شرفت لنا بالتأكيد فايزة في البداية نتكلم عن الخدمات التي يقدمها مركز الملتقى الأسري شو هي الفئات أيضا اللي يستهدفها الملتقى الأسري بسم الله الرحمن الرحيم اتأسس مركز الملتقى الأسري عندنا في عام 2010 بناء على قرار وزاري في شأن تنفيذ رؤية المحضونين صادر عن معالي وزير العدل كان الهدف منه طبعا تأمين حق الطفل في رؤية والديه بشكل آمن وتوفير بيئة ملائمة تنفيذا لأحكام الرؤية من أجل أن نحقق انفصال آمن وحضاري يساعد الأبناء على الاستقرار الاجتماعي والنفسي كذلك لتقديم الإرشاد للأسر وعقد الاتفاقيات العلاقة الوالدية للتخطيط السليم بالعلاقة الأبوية بالأبناء بعد الانتصال بالنسبة لخدماتنا في عندنا مجموعة كبيرة من الخدمات نقدمها خلال المركز أهمها الرؤية والجلسات الأسرية هذه الجلسات تلقسم لعدة أنواع جميعها بحسب قرارات صادرة من المحكمة منها رؤية داخلية هي مشاهدة الأطفال في المركز طبعا لا يسمح للطرف الآخر أن يخرج بالأبناء لأي سبب كان من المركز عندنا بعد رؤية الإصطحاب وهي الخروج بالأبناء لعدة ساعات من مكان المشاهدة اللي هو من المركز وإعادتهم طبعا بعد الانتهاء من تلك المدة الزمنية كذلك نقدم خدمة المبيت وهي أن الحاضن أو بالأحرى الطرف الآخر يأخذ الأبناء ويتم إعادتهم مرة أخرى مثلا بعد يوم أو يومين حسب حكم المحكمة كذلك لدينا رؤية خارجية وهي من خلال رؤية الدفتر بالإضافة إلى خدمات تنظيم علاقة والدية وهي معنية بتنفيذ الأحكام الأخرى المتعلقة بالطفل والأحكام المستعجلة المحالة لدينا من المحكمة وهي متعلقة بحقوق الطفل التعليمية أو الصحية أو الأسرية وغيرها من خلال فريق تنفيذ الأحكام بعدينا بالإضافة إلى عقد اتفاقيات والدية وهي طبعا الدرع الواقي للطفل في ظل انفصال الوالدين تتضمن عندنا مبادئ وأخلاقيات العلاقة الوالدية خطة والدية تشمل بيانات الأطراف والحضانة والنفقات والرؤية وغيرها من الأشياء التي تتعلقها برعاية الطفل جميل وتنقسم إلى عدة أقسام منها رؤية نزلاء المنشآت العقابية الأصلاحية مع أسرهم سواء داخل الدولة أو خارجها هذا يكون بالتنسيق مع المنشآت الأصلاحية والعقابية بالقيادة العامة لشرطة الشارجة بالإضافة إلى رؤية الأسر المنفصلة للمحبونين هذه تكون بناء على قرار صادر من المحكمة أو محاكم الدولة بشكل عام كذلك رؤية المحجورين أو المرضى المصابين بفيروس كورونا هذه تتم بالتنسيق مع المستشفيات أو المؤسسة المعنية بتنفيذ الرؤية بين الشخص المعني وأدوي سألتيني عن الفئات المستهدفة لدينا بالشكل عام في المركز اللي هي أبناء الأسر المتفصلة وأسر النزلاء بالمؤسسة العقابية والإصلاحية أو المحجورين والموقع جميل تكلمتي ممكن فايزة عن رؤية المرضى المصابين بكوفيد 19 أو مرضى الفيروس كورونا المستجد الموجودين في المستشفيات هل يعمل هذا النظام على أي أشخاص بلديهم مريض بهذا الفيروس ومتواجد في الحجر الصحي أو في العناية المركزة لا قدر الله في المستشفيات هل بالإمكان التواصل إياكم من قبل أي أسرة؟ نعم يمكنهم التواصل معنا ونقوم بالتنسيق مع المستشفى أو المؤسسة المعنية وننفذ للشخص المعنية وذويها الرؤية الإلكترونية جميل هذا يتم عن طريق شو بالضبط فايزة؟ مثلا إذا في أسر حابة أنها تتواصل لرؤية مريض يقرب لهم أو من أقرباءهم في المستشفى كيف ممكن يتواصلون؟ يتواصلون معنا على 800-700 يتواصلون معنا على الخط 800-700 ويقدمون الطلب وبعدنا لا يتنفذل جميل طبعا أنا سألت لأن هذه الفئة هي فئة عامة للمجتمع بأكمله يمكن مغايرة نوعا ما عن الفئات الأخرى التي ذكرتها فايزة والتي تعتبر فئات خاصة ربما وكذلك أيضا ظروفها تعتبر خاصة الآن يعني هو جميل جدا تسطيل الضوء على المفهوم أو ما يعرف باللغة الإنجليزية أو التواصل بين الآباء وتربية الأبناء بالشراكة مع بعضهم البعض حتى بعد الانفصال هل هناك أيضا ما يقدمه المركز من ورش عمل جلسات خاصة لكل حالة خلنا نقول على حدة حتى أصل ربما بيء المجتمع لهذه الثقافة ثقافة تربية الأبناء والابتعاد عن كل ما يؤذيهم حتى بعد مرحلة الانفصال نعم توجد لدينا ورش أو مثل ما نقول جلسات تنظم بشكل خاص للأطفال على حدة حسب حالة كل طفل أو كل حالة عندنا وإذا احتجنا أن نسوي جلسات كذلك للوالدين نقوم بتقديم جلسات للوالدين جميل سواء نفسية أو اجتماعية جميل فايز الملتقى أيضا هناك نظام جديد يعمل عليه لتحقيق رؤيته وأهدافه يسمى دفتر الرؤية الخارجية خلنا نتكلم عن هذا النظام أكثر دفتر الرؤية الخارجية طبعا إحنا بدأنا فيه من مارس 2020 منذ بداية دخل نقول الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الدولة في مواجهة جائحة كورونا طبعا إحنا الأساس عندنا أن يكون التجمع داخل في المركز ويكون مثل ما ذكرت الرؤية إما إصطحاب أو مبيت أو حتى داخل المركز بما أنه كانت فيه من ضمن الإجراءات الوقائية اللي هو من التجمعات في الأماكن المغلقة نظرا لأهمية استمرار خدمات المركز لدينا أثناء الجائحة تم الاتفاق بين دائرة الخدمات الاجتماعية ومحكمة الشارجة الشرعية بتحويل كافة أنواع الرؤية الداخلية في مركز الملتقى الأسري إلى رؤية خارجية يطبق بشأنها اللي هو هذا دفتر الرؤية الخارجية تمكننا ولله الحمد من تطبيق نظام استمرارية العمل أثناء الجائحة لخدمة الرؤية تحت مسمى الرؤية الخارجية أمان واستقرار وهذا طبعا لضمان استمرار رؤية الأبناء بشكل آمن طيب شو يعني بالرؤية الخارجية تحديدا فايزة هنا اللي هو تحويل مثل ما قلنا الرؤية بجميع أنواعها الرؤية الداخلية أو استحاب أو مبيت أو استزارة إلى رؤية خارجية يسلم فيها المدعي عليه أو المنفذ ضده الدفتر يكون فيه الدفتر يوقع عليه الطرفين أثناء الاستلام والتسليم بعد ذلك يرفع بخطاب للمحكمة ويتم متابعة الرؤية من خلال الهاتف للاطمئنان على سير عملية الرؤية الخارجية بالشكل العام وإثبات ذلك بملأس الحال جميل يعني تم متابعة سير كل العملية هذه لكن عن بعد عن طريق الهاتف عن طريق مثل ما ذكرت فايزة هذا الدفتر يعني تنظيم العملية هذه يكون كما هو لكن يعني بطريقة آمنة الحقيقة لكل الأسر التي ربما تستهدف من قبل الخدمات التي يقدمها المركز عموما يعني فايزة أعتقد أن هذه خطوات كبيرة جدا تصب في مصلحة كل الأسر المستهدفة سواء كانت الأسر اللي خارج الدولة بالنسبة للمقيمين في المنشآت العقابية أو كذلك أيضا بالنسبة للأسر اللي حدث لها أنفصال لا قدر الله ويعني تأثر بذلك الأبناء أو تأثرت بذلك الأسرة كل التوفيق لكم فايزة في الخطوات المقبلة كذلك أيضا في التطبيق أو تنفيذ هذه البرامج وإن كان عن بعد شكرا لك فايزة خباب مدير الملتقى الأسري بدائرة الخدمات الاجتماعية بأشارقة شكرا لكم على الاستضافة شكرا لكم على اشتركوا في القناة